الحكاية إنه محاكم الجنايات كانت أول ما يبحال إليها المتهم في ارتكاب جناية سرقة بإكراه جناية قتل جناية مخدرات جناية سلاح أي فعل مؤسم اسمه جناية اللي العقوبة فيها السجن فما فوق حد الإعدام كان بيحال إلى محكمة الجنايات تتأدى المحاكمة بتاعته وبعدين الحكم يصدر بالإدانة ما فيش قدامه طريق للطعن غير محكمة النقد والمعلوم أن محكمة النقد تحاكم الإجراءات القانونية اللي تمت يعني يكون فيه خطأ في تطبيق القانون أو فساد في الاستدلال أو إخلال بحق الدفاع لكن ملهاش دعوا بالموضوع فكان الإجراء بيتم ويتحبس الراجل اللي واخد مثلا مؤبد ويتم تنفيذ الحكم عليه لأن محكمة النقد لا تنظر الطعن بالنقد إلا إذا كان المتهم تم تنفيذ الحكم عليه طيب هو في محكمة الجنات كان حضوري خدوا نفذوا عليه قرر بالطعن بالنقد أوضع الأسباب قعد سنة 2-3 لحد ما الطعن اتنظر وفجأة محكمة النقد لقيت فيه بطلان في الإجراءات نقدت الحكم هو ألغت ودت براء طب الراجل كان محبوس بقاله 3 سنين إيه حكيته يعني ولا ده حقه هيبقى عندي مين ولا ليه كده أعود بالذكريات إلى دستور 2014 اللي نص في المادة 96 منه والمادة 240 على إن محكمة الجنات تبقى من دراجتي من 2014 نص في الدستور آه تعالوا نقرأ نص المادة 240 علشان هي الأهم وعدين نعلق على 96 240 من دستور مصر 2014 قالت على الدولة أن تكفل توفير الإمكانيات المادية والبشرية المتعلقة باستئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وذلك خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور النص قال على الدولة أنها تجهز الإمكانات المادية في توفير القاعات في توفير المحاكم في توفير الأوراق المكان التصوير الطباعة الكمبيوترات والبشرية من القضاء اللي مؤهلين للعمل في محاكم الجنايات تكفلهم علشان نشوف الأحكام الصادرة في الجنايات أمام محاكم استئناف اسمها محاكمة المستئنف للجنايات أو استئناف الجنايات وذلك في خلال عشر سنوات من تاريخ العمل بهذا الدستور علشان كده يوم ستاشر واحد الفين اربعة وعشرين عشر سنين بالزبط صدر القانون رقم واحد لسنة الفين اربعة وعشرين اللي اعتمد فيه استئناف تعديل قانون للإجراءات باستئناف الأحكام الصادرة أمام من محاكمة الجنايات طيب المادة ستة بتسانكت بتقول ايه قالت ان المتهم بريئة حتى تثبت إدانته في محاكمة قانونية عادلة تكفى له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه وينظم القانون استئناف الأحكام الصادرة في الجنايات وتوفر الدولة الحماية للمجن عليهم والشهود والمتهمين عند الاقتضاء حتى نص المادة ستة وتسعين كان بيأكد على استئناف أحكام محاكم الجنايات الدولة الحديثة في مصر أطلق السيد الرئيس الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تحمل خطوات هامة في طياتها تضمن حقوق الإنسان على اعتبار أن العدالة لا يضيرها إفلات مجرم من العقاب بقدر وقوع ظلم على بريء فحصل التعديل الذي مر على البرلمان وقدمته الحكومة صدر يوم ستاشر واحد الفين اربعة وعشرين ونص ونص فيه على أن يتم العمل به في اليوم التالي من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية وقد تم نشره في الجريدة الرسمية بتاريخ ستاشر واحد محكمة الجنايات الأول كانت العقوبة فيها زي ما قلت في مستهل حديث معكم أن بيحال المتهم إلى محكمة الجنايات يتم محاكمته المحاكمة العادلة وفيها ضمانات الدفاع إن كان موكل محامي إن ما كانش موكل محامي المحكمة بتنتدب له محامي لأن محاكم الجنايات بيبقى فيه بطلان إذا تم محاكمة المتهم دون ضمانات الدفاع ووجود محامي موكل أو منتدب عنه فكان النظام إنه تم محاكمته ويتم تنفيذ الحكم عليه وتبقى خلاص كان عندي مرحلتين في مسألة الحكم في أمام محكمة الجنايات الحكم ممكن يصدر غيابي يعني المتهم ما حضرش فكان المتهم بيروح يعمل حاجة اسمها إعادة إجراءات فإعادة الإجراءات دي لو هو اللي راح بنفسه دون القبض عليه وهو كان مخل سبيله دون القبض عليه راح بنفسه على طول بيتم تحديد أو إنها تدخل الرول تاني ويتم إخلاء سبيله لكن لو تم القبض عليه وراح يعمل إعادة إجراءات صعب جداً يدخل سبيله إلا ما يدخل المحاكمة سواء برأيته أو أدانيته لو برأيته بيدخل سبيله ويمشي لو أدانيته بيتم تنفيذ الحكم عليه وما يبقاش قدام منه طريق غير الطعن بالنقط القانون اللي صدر هقول فيه الملامح السريعة وبعدين نتناول النصوص الواردة في هذا القانون في حلقتنا النهاردة علشان نبقى عملناها حلقة شاملة خاصة باستئناف الأحكام الصادرة أمام أحكامة الجنايات اتنص في هذا القانون على الجنايات المستأنفة على إن الدفاع أو المحامين اللي حيبقوا لهم الحق في المرافعة أمام الجنايات المستأنفة أو محكمة الجنايات المستأنفة لابد أن يكون مقيد استئناف عالي على الأقل يعني ما فيش حد هيترافع قدام محاكم الجنايات المستأنفة إلا محامي استئناف عالي ثم محامي النقط طيب المحاكم أول درجة بقى في الجنايات اللي هيترافع أمامها المحامي الإبتدائي أو الاستئناف أو النقط دي ملمح هيجي في النصوص بس أنا حبيت أقوله في المقدمة الحكم في الجناية الغيابي هيتعامل فيه إعادة إجراءات وبعدين يتعامل فيه بعد صدوره بالإدانة نقط في الجنح معروفه إنه الغيابي بيعمل معارضة وبعدين بعد المعارضة ما يتأمن الحكم عليه أو يتعدل أو يبقى حكمه وشعجبه يستأنفه وما عجبهش في الاستئناف يطعن عليه بالنقط فعندنا مراحل كده كده في الجناح لكن في الجنايات بقى كانت مرة واحدة يحضر يتحكم عليه ما عادش يقدامه للنقط القانون ده خلاه يجي يستأنف بقى الحكم قدام محكمة جنايات المستأنفة طيب الحكم الغيابي هيتعامل فيه عادة إجراءات طيب وبعدين يصدر الحكم عليه آه يبقى له حق يستأنفه ينظر أمام جنح مستأنف في الجنايات كأنها دعوة من أول وجديد يقول بكل ضمانات الدفاع كل اللي معرفش يبديه أو يطلبه من محكمة أول درجة اللي هي محكمة الجنايات اللي هي أول درجة يقول تاني دفاعه كامل أمام محكمة الجنايات المستأنفة ويبدي دفاعه ليصدر فيها الحكمة فإذا صدر فيها الحكمة بالإدانة بقى له الحق برضو أنه يطعن بالنقد طيب لو الحكم صدر غيابي وفيه خطأ في تطبيق القانون القانون ده قال يجوز للنيابة العامة استئناف هذا الحكم سواء للخطأ في تطبيق القانون أو لأنه وقع عقوبة مخلفة لنص قانوني أو ادت له وراءه وترى النيابة أنه التهمة سابتة في حقه يبقى كمان النيابة لا حق أنها تستأنفة الحكم الغيابي فهذا القانون أعطى للمتهم وللنيابة وللمدعي بالحق المدني وللمسؤول عن حق المدني في حدود النصاب أنهم يستأنفوا الأحكام الصدرة من محكمة الجنايات في تهمة الجناي فبقت محكمة الجنايات الآن زي محكمة الجنح العادية عندك حكم غيابي بتعمل فيه عادة إجراءات عندك حكم حضوري بتعمل فيه استئناف ثم بعد الاستناف بتعمل فيه نقط وبتمشي بالطريق العادي اشتركوا في القناة